السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلينا إخواني وأخواتي نشوف ما هي أحدث البحوث حول قراءات السكر التراكمي وفي هذا الفيديو مش زي كل مرة بعطيكم مرجع واحد لا المرة هاي جاي بلك ثلاث مراجع إن شاء الله هذا الجدول أنا ذكرته أكثر من مرة وفيه أكثر من فيديو ودائما أقول طالما إنه عندك المعدل ستة فما تقلق ليه لأنه انتهيك بكون عندك ممتاز وفي قمة القمة وحتى لو صار سبعة برضو ما تقلق وما تروح تركض على الأدوية ليه لأنها ما بتعالجك ما رح تحل لك هذه المشكلة فلا تركض على الأدوية أولا وكما قلت سابقا من سبعة لثمانية هذا تحذية يعني وصل سبعة وصل سبعة طبعا لما يطلع بعد الستة ستة واحد بالعشر اثنين بالعشر ثلاث بالعشر أربعة بالعشر انت ماشي في طريقك لما قبل السكري يعني جسمك قاعد بعطيك تحذير إنه التراكمي قاعد باردفاع وإذا وصل لسبعة هذا الخط يعني لازم نتعداه سبعة لثمانية برضو زي ما قلت لك لا تركض على الأدوية لأنه في طرق ثانية حتى تحل هذه المشكلة وهذه تسمى بري دايابيتيز اللي هي ما قبل السكري يعني أنت في طريقة للسكري لسه مرسلت السكري وبإمكانك تعالج نفسها شايفين السهم الأحمر اللي موجود باللور الأحمر بيقول لك بي كوشس يعني كن على حذر وما فيش أي مجال أو يعني ما فيش ذكر للأدوية نهائية ما حاولت تنزله وتعدى الثمانية وظليتك على الوضع اللي انت فيه تاكل نفس الأكل ويعني نفس العادات ونفس الحياة أسلوب الحياة طلع بعد الثمانية خلص انتهيك صار عندك سكري ولازم تاخذ الأدوية تاخذ الأدوية مع الحمية هذا بحث ثاني مختلف عنه شوية لكن بيقول لك ستة برضو اكسلنت ما عندك أي مشكلة ما تخاف يعني فيه ناس بيعلقوا عنا في قناتنا في اليوتيوب بيقول يا إخواني طبعا أنا طلع عندي خمسة وأربعة بالعشرة أو خمسة وستة بالعشرة والطبيب اعطاني أدوية ما تردش عليه ما تاخدش الدواء لأنه فيه أولا الدواء اللي اعطاك إياه ما رح يحلل المشكلة ما قلنا هذا اللي هو عرض مرض السكري هذا ما يلو حل إلا الأغذية أصلا هو عرض ومشكلة من المشاكل اللي بتأتينا من نوع النظام الغذائي اللي احنا متابعينه فبرضو ما تقلق وبرضو هذا بيقول لك سبعة اللي هو يعني مرحلة ما قبل السكر فبرضو أنا بيقول لك ما تركض على الأدوية وهذا بحث علمي آخر اللي ان شاء الله رح حط لك تروابط هذه البحوث في صندوق الوصف بإذن الله برضو بيقول لك ستة هذا إكسلنت هذا ممتاز ما في أي داعي إنك تخاف ومن سبعة إلى ثمانية حط لك إياه باللون البرتقالي طيب ليش حطوا باللون البرتقالي يعني دير بالك دير بالك بس برضو كتبين لك قد يعني ما في داعي إنك تقلق هو مش قد يعني مش جيد لكن ما في داعي إنك تقلق هذا المقصود يعني ما تقلقش كثير وبرضو تركضش على الأدوية نظم أكلك بتنحل هذه المشكلة إذا طلع عن الثمانية وصار في طريقنا التسعة خلص يجاك السكري ولازم تاخد دواء ما بينفع ما تاخدش دواء لأنه راح يتعب جسمك لازم تاخد دواء وبرضو تتحكم في طريقة الأكل والنظام الغذائي اللي أنت متبعه طيب وليش هيك الأطباء كان يقولون من ستين سنة وجاية من ستين أو خمسة وستين سنة وجاية خمسة وأربعة بالعشر يعطيك دواء على طول أو خمسة وخمسة بالعشر يعطيك دواء أنا آخر فحص سويته سويته في كولارنبور طلع عندي ستة ثمانية بالعشر وصار نقاش ما بيني وبين الصيدلي وأخوه الطبيب هم الاثنين الفاتحين الصيدلية عيادة وصيدلية بنفس المكان فحص لي طلع لي التراكم بطلعه بسرعة هون يعني تقريبا ساعة بكون طالع طلع لي ستة ثمانية بالعشر بيقول لي لو كان ستة ونص بيكون أوكي قلت له من الزمان كنت تقوله خمسة وخمسة بالعشر وخمسة وستة بالعشر وأربعة بالعشر قال هذا كلام عفع عليه الزمن البحوث الجديدة تختلف البحوث العلمية الجديدة تختلف ويعني اتفاجأت أنا صديق إيلي هون في ماليزيا عمل فحص الدم كامل فحص شامل يعني عمله كامل فشفت النتيجة لأنه رحت أنا معه يعني بسيارتي رحت فشفت النتيجة شفتهم يعني مقول لك تحت السبعة انت أوكي ما عندكش أي مشكلة تغيرت زي ما غيروا كمان نسبة الانسولين كان يقولون لخمسة وعشرين نازم تكون أقال من الخمسة وعشرين واحدة بعدين سووها ثمنطعش بعدين سووها خمسطعش بعدين سووها طمعش أنا بقول لك لا أفضل شي تحت العشرة يعني الستة هاي بتكون القمة لكن إذا كانت عشرة وتحت العشرة بتكون أنت في السليم وإلا كيف رح يبيعوا أدوية كيف رح يبيعوا أدوية هاي كلها ما هي كل الوحوث هاي اللي صرفت عليها وتبنتها شركات الأدوية وصناع الأغذية هذا إيه كيعمل وهي واضحة على العيال زمان كله هذا كان مخبى ستينات وسبعينات وثمانينات ما عندنا غير التلفزيون والراديو واللي بنشوفه فيه الآن الانترنت مليانة وبإمكان أي واحد يبحث ويجد المعلومة اللي بدو إياها أشكركم اعطهت طبعا فيديو على السريع أشكركم على الحضور والمشاهدة بارك الله فيكم وإذا بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوك الدكتور علي وإذا بدك أو تحاب تعرف شو رح تتعلم من هذه القناة تفضل أكمل هذا الفيديو أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أن ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه فيه شيء أهم من اللي رح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو رح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code وDiabetes Code وأوبسيتي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لستيق من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيه وبرأيه الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة لي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر